احتفالاً بشم النسيم يقصد آلاف المواطنين من جميع محافظات مصر مدينة نبرو بمحافظة الدقالية لشراء كميات كبيرة من الفسيخ حيث تعد المدينة قلعة صناعة الفسيخ في مصر والشرق الأوسط ويتوارث أبناؤها المهنة عن أجدادهم تشتهر مدينة نبرو بصناعة الفسيخ منذ عشرات السنين تلك الأكلة الشعبية التي تلقى رواجاً كبيراً في مواسم الأعياد وشم النسيم وترجع أصولها للمصريين القدماء نبرو مشهورة بالفسيخ لاختيار جودة السمك العالية في منافسة في الأسعار من كتر المحلات عملت منافسة في الأسعار فبقى يجيزبون من جميع محافظات الجمهورية تصنيع الفسيخ يمر بعدة مراحل كما يقول أسامة أحمد أحد تجار الفسيخ في نبرو نبرو تتميز عن أي بلد في مصر كلها بصناعة الفسيخ لأننا نختار أعلى جودة وأرخى السعر مع قربي عيد الفطر المبارك هناك استعدادات لإقبال كثيف متوقع في آخر رمضان لأن الكثيرين يرون أن العيد هذا العام لن يكون عيداً للكعك ولكنه عيد للفسيخ ترجمة نانسي قنقر